هل كان ينبغي أن تمتر سماء غزة فسفور أبيض وتسقى أرض غزة ببحر من الدماء وتبكي عيون الأطفال دما في غزة حتى يفاعل أنتونيو جوتيرش أقوى أدواته الدستورية بمقتضى مثاق الأمم المتحدة تعتمد الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك ولأول مرة منذ عقود على المدة التاسعة والتسعين من المثاق والتي تسمح له بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلام والأمن الدوليين سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تنصع يوما للقرارات الأممية الضامنة للحق الفلسطيني تواجه اليوم تحذيرا ولفت نظر من جوتيرش من أن العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين في خطوة دعمها أيضا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرسوس الذي أكد أننا بحاجة للسلام من أجل الصحة في غزة وكلاهما جوتيرش وجيبرسوس قد لجآهنا إلى أقوى أدواتهما في مواجهة غطرصة الاحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط كل الموافق والقوانين الدولية الملزمة وغير المنصمات في ظل حماية الفيتو الأمريكي تحت قبة مجلس الأمن الدولي وبدعم ترسانة الأسلحة الأمريكية وغير الأمريكية على الأرض في مواجهة أصحاب الحق والأرض خطوة دستورية متأخرة في مواجهة عدوان عسكري ولفت انتباه في مواجهة آلة الحرب والعدوان على غزة مستمر مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرورها إلى المرحلة الثالثة من عمليتها العسكرية في غزة